مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا جدا لأنه عنوانه هو النبي الكاذب والسؤال المهم هو كيف نميز بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب ربي نفسه حذرنا وقال إنه سيأتي بعد أنبياء كاذبه كثيرين لكن إزاي إحنا كبشر نقدر نميز ما بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب إزاي نقدر نشير إلى شخص ما يدعي النبي ونقول إنه هذا الشخص حقا بحسب المقييس الكتابية هو نبي كاذب هو شخص يأتي إلينا كزئب لكنه في ثياب الحملان هو ليس مرسل من عند الله لكنه مرسل من قبل الشيطان هو شكله من برة كويس لكن من الداخل هو زئب ومفترس ويريد أن يضل ولو أمكن المختارين النبي الكاذب من خلال دراستنا لكلمة الله بنعرف إنه هناك معايير معايير لمعرفة النبي الكاذب وهذه المعايير معايير كثيرة جدا لكن أنا أحاول النهاردة أتكلم عن سبع معايير يمكن رقم سبع هو رقم الكمال لها أتكلم عن سبع معايير من كلمة الله من خلالهم نقدر نقول إنه هذا الشخص الذي يدعي أنه مرسل من قبل الله ما هو إلا شخص كاذب أو نبي كاذب أو نبي كاذب أول هذه المعايير بنجده في كلمة الله بكل وضوح أن النبي الكاذب لا يتحدث بإسم الرب يهوى دي نقطة مهمة جدا ولما أقول بإسم الرب يهوى يعني يعني هو لا يتحدث لصالح الرب الإله هو لا يقدم رسالة هدفها وغرضها مجد الرب يهوى مش مجرد بس أنه بيلزاء الاسم لكنه مضمون رسالة هو أنه الإنسان يرتبط بالرب وأنه يعبد الرب وأنه يحب الرب وأنه يطيع الرب وأنه يعيش في مخافة الرب وده اللي قاله الرب في بداية كلامه عن الأنبياء الكاذبة لما بنقرأ في تسنية 13 وده نص مهم جدا جدا تسنية 13 وكمان تسنية 18 لكن قليني أقرأ جزء لحضراتكم من الكلمة المقدس يقول الرب هنا من خلال موسى إذا قام في وسطك نبي هو نبي أو حالم حلم لأنه كانت النبوة أو آيات كثيرة الرب بيعلن من خلال الأحلام للأشخاص كويس إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلم وأعطاك آية أو عجوبة خلوا بالكم هنا لأنه نكلم عن النقطة دي والنقطة دي مهمة جدا أنه ليس كل من يصنع آية أو عجوبة هو نبي حقيقي فالشيطان يستطيع أن يصنع آيات وعجائب ويقول ولو حدثت الآية أو العجوبة التي كلمك عنها قائلا يبقى هو عمل آية أو عمل إعجوبة وحدثت هذه الآية وحدثت هذه العجوبة لكن رسالته رسالته رسالة مزيفة ليه إذا التي كلمك عنها لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها يبقى الغرض الأساسي من النبي الكاذب أو هدفه الأساسي هو أن يذهب الإنسان ويعبد آلهة أخرى وليس الرب الإله ده الغرض الأساسي مين هو هذا الإله الذي نعبده؟ شكله إيه؟ مهم هو مختلف عن الرب الإله مختلف عن يهو كويس؟ فهو بيصنع آيات ويقول أنه قد حلم حلما وأنه عنده رسالة لكن هذه الرسالة مضمنها والغرض منها هو أنك تذهب وتعبد آلهة أخرى فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم وراء الرب إلهكم تسيرون وعمر الرب ما هيغير رأيه ولعمر الرب ما هينسخ ما قد قالوا كويس؟ وإياه تتقون ووصياه تحفظون وصوت تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتسكون وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريقة التي أمركم الرب إلهكم أن تسيروا فيها فتنزعون الشر من بينكم يبقى بنفهم من النص ده أنه النبي الكاذب غرضه أنه شعب الرب يذهب ويعبد آلهة أخرى ده رسالته مضمونه لنذهب وراء آلهة أخرى ده مضمون رسالة النبي الكاذب حتى لو عمل آيات وعجائب وحدثت الآيات والعجائب فهو نبي كاذب ليه لأن وصية الله الأولى ووصية الله لشعبه لا يكن لك آلهة أخرى أمامي وعمر ربنا ما هيغير هذه الوصية ولا هيبدلها ولا هينسخها دي نقطة مهمة جدا النقطة الثانية أيضا في تسنية 18 نفس الحقيقة بيقولها وأما النبي الذي يضغي فيتكلم باسمي كلاما لم أصيه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي والنهاردة للآسف الشديد خدعة إبليس مش أن يقدم لنا شيء مختلف 180 درجة خدعة إبليس أن يقنعك أنه ما فيش فرق كبير ما بين الإله ده والإلهة اللي أنا بقدمه لك ونتكلم عن النقطة دي شوية بالتفصيل فعشان كده بنلخص الكلام الحقيقة الأولى أو المعيار الأول أن النبي الكاذب ينادي بإله غير يهوى ولا يدعو باسم الرب الإله يهوى إذا تكلم نبي باسم غير اسم الرب يهوى حتى ولو صنع آياته عجاب فهذا النبي يعتبر نبي كاذب ومزيف غرض النبي الكاذب أن يجعل شعب الرب يذهب وراء آلهة أخرى ده الغرض الأساسي تشابه الأسماء بين الآلهة لا يعني أنهما واحد وهنا نأتي إلى نقطة جوهرية وأساسية وكلمنا عنها في حلقات كثيرة هل يهوى كما أعلن لنا عن نفسه في الكتاب المقدس من بداية سفر التكوين واكتمل هذا الإعلان في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هل هو نفسه إله الإسلام هل يهوى في الكتاب المقدس هو نفسه الله في الإسلام طبعا في فيديو قصير كده هوريه لحضراتكم ولكنه مش مجرد أنه النبي محمد لم يذكر الإسم يهوى يبقى الله في الإسلام مختلف عن الله في المسيح اللي اتنين في العهد الأديم الله في العهد الأديم والله في الإسلام هما واحد خلونا نشوف الفيديو الأول وأرجع أعلى مع حضراتكم هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاب سيرة يهوى؟ لا يبقى نبي كذاب طيب يعني أعتراف وقلنا قبل كده أنه أنه الله في الإسلام يختلف عن الله في المسيحية في أمور كثيرة جدا جدا فالمسلم بيجي يقولك آه إحنا الله في الإسلام هو نفسه الله في العهد الأديم هو نفسه يهوى هو إله واحد خالق السماء والأرض إله مسيطر سيد على كل الأرض لكن فعليا لما نقرأ الكتاب المؤدس ولما نقرأ القرآن نعرف أن طبيعة الله في الكتاب المؤدس تختلف عن طبيعته في الإسلام نعرف أن صفات الله في الكتاب المؤدس تختلف عن صفاته في الإسلام نعرف أنه الله في الكتاب المؤدس في علاقته مع شعبه وفي إعلانه عن شعبه وفي خلاصه للإنسان يختلف عن الله كما أعلن أو كما يقول المسلم أنه أعلن نفسه في القرآن هل نتكلم عن شخصين مختلفين مفيش بينهم أي وجه تشابه ويمكن حضراتكم تقدروا ترجعوا للحلقات اللي احنا عملناها قبل كده عن الله في الإسلام حتى من حيث الإسم حتى من حيث الطبيعة حتى من حيث الصفات مختلف الحاجة التانية والنقطة المهمة التانية أو المعيار التاني المعيار الأولاني قلنا المعيار الأولاني لمعرفة النبي الكاذب أن النبي الكاذب لا يدعو باسم الرب يهوى هو يدعو باسم إله آخر مختلف عن إله لكن المعيار التاني هو أن النبي الكاذب لا يتحدث بإعلان ووحي إلهي قد يدعي أنه يتحدث بإعلان زي ما أرينا في النصوص اللي قبل كده إذا جاءك حالم وقال لك إني قد حلمت حلما وإن عندي رسالة من الله أعلنها الله لي في حلم فهذا النبي كاذب ممكن يدعي أنه يتحدث بإعلان والأنبياء الكذبة على مدار التاريخ وعلى مدار صفحات الكتاب المعدس ادعوا أنهم يتكلمون بإعلان وبوحي إلهي كويس لكن حقيقيا في حقيقة الأمر أن النبي الكاذب لم يتحدث إليه الرب ولم يعلن له الرب ولم يتواصل معه الرب هو يتكلم من عندياته يتكلم من نفسه النبي الحقيقي يتكلم بإعلان مباشر من الرب النبي الحقيقي يقول هكذا قال الرب هكذا قال الرب وما يقول يبرهن على أنه الكلام للناس بتسمعه فعلا هو الكلام الذي قاله الرب النبي الكاذب يتحدث من عنده ويستخدم طرق شيطانية مثل العرافة الشعوزة السحر العلاقة مع الأرواح الشريرة العلاقة مع الشيطان لكي ما يبهر الناس برسائل لكن الله لم يتحدث إليه الرب يعلن أمره ومشيئته وكلمته للنبي الحقيقي عش كده الرب يقول لعموس في أصحاح ثلاثة وفي عدد سبعة إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء ويمكن هنا كان بيكلم عن دينونة الله لشعبه على شعبه وإنه الله سيدين الشعب وإنه الله أعلن هذه الدينونة من خلال الأنبياء لكن الأنبياء الكاذبة قالوا لا 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 كل حاجة تبقى سليمة ما فيش الكلام ده ربنا مش هيدين شعبه ده الله بيحب شعبه ونستمر في ما نحن نفعل ولا نتوب ولا نعود للرب لكن الرب كان بيقول على لسان الأنبياء الحقيقيين أن الدينونة آتية آتية عش كده الرب بيقول أن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء يبقى سر الله معلن لمين لعبيده الأنبياء للأنبياء الحقيقيين يقول كده في أرمية تلاتة وعشرين هكذا قال الرب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم فعل التنبؤ إنه يتكلمون لكم يخبرونكم بأمور ستحدث أو يكلمونكم بإسم الرب والرب لم يرسلهم فإنهم يجعلونكم باطلا يتكلمون برؤية قلبهم هما مش بيتكلموا برؤية حقيقية أعلنها لهم الرب هما بيتكلموا من دواخلهم من قلوبهم لا عن فم الرب هنذا الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة يقول رب الذين يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم إبليس بارع في الإختراعات بارع في التخيلات بارع في الأسلوب وهو يستطيع أن يبهر الناس بكلام جميل وبرسالة هم يحبون أن يسمعوها لكنها كاذبة وعش كده بيضل وعش كانت توصف في الكتاب بأنه المضل أنه الخداع أنه كذاب وأبو كل كذاب فهم يتكلمون بأكاذيبهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة يقول رب يعني رب يقول أنه أنه هذه الرسالة لم تفيد شعب الرب ليه لم تفيد شعب الرب لأنها لم تدعو الشعب للتوبة لم تصنع تغييرا حقيقيا في سلوكيتهم بل بالعكس جعلتهم يستمروا في عنادهم وفي خطياهم وفي كسرهم لوصايا الله التي بسببها بسببها سيأتي السبيل بابل وده كان الاختلاف الكبير أيام أرمية أرمية يقول أننا ذاهبون إلى سبي وأن ملك بابل الرب قد أقاموا ليودين شعبه الأنبياء الكذبة كان يقول لا 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 أحنا مش نروح سبي وأنه كل حاجة جميلة وحلوة أرمية كان بيقول توب وارجعوا للرب الأنبياء الكذبة كان يقول لا لا أحنا مش بحتاجين نتوب ولا نرجع للرب وإحنا بنعمل حاجة وحشة وعش كده يقول الرب هنا أنه يضلون شعب بأكاذيبهم وبعدين يقول فلم يفيدوا هذا الشعب لم يصنعوا تغييرا وخيرا لهذا الشعب بل أضلوهم وقضوهم للهلاك يبقى المعيار الأول زي ما قلت أنه لا يتكلم باسم الرب يهوى المعيار الثاني اللي كلمنا عنه أيضا بالتفصيل أنهم لم يتكلموا بوحي أو بإعلان هم يتكلموا من عند أنفسهم من قلوبهم المعيار الثالث والمهم أيضا النابي الكاذب لا يمتلك أخلاقا سامية كويس النابي الكاذب ما عندهش أخلاق النابي الكاذب يوافق على الشر اللي موجود والنابي الكاذب أيضا لأنه هو كاذب ولأنه خداع ولأنه مضل ولأنه صاحب مصلحة فهو أخلاقيا أخلاقيا منحط إذا إذا استخدمت هذا اللفظ يعني متدني في الأخلاق ما عندهش أخلاق الأخلاق أو المبدأ اللي بيتعامل به اللي تكسب به إلعب به اللي تخدع بين الناس استخدمه اللي تضل بين الناس استخدمه اللي تخلي الناس ملتفين به حواليك استخدمه ده النابي الكاذب النابي الكاذب لا ما عندهوش أخلاق ولهذا أيضا هتكلم عن نقطة تانية إنه رسالته لا ترفع الناس أخلاقيا بل رسالته تضع الناس أخلاقيا إلى أسفل فيه فيديو هو إلى حد ما يعني أنا بعتبره مضحك لكن الفيديو لو جاهز ممكن نسمعه هو فيديو صغير كده لكنه خلينا نسمعه مرتبط بالجزء ده معجزة مش هي الأساس لكن الأول الكمال الأخلاقي لهذا النبي ثانيا مضمون دعوته ورسالته ثالثا يأتي باب المعجزة الكمال الأخلاقي لهذا النبي الكمال الأخلاقي لهذا النبي خلوا بالكم النقطة دي كمال أخلاقي لهذا النبي الكمال الأخلاقي لهذا النبي ثانيا مضمون دعوته ورسالته ثالثا يأتي باب المعجزة ويس يبقى هنا هو بيتفق معايا على الكمال الاخلاقي واسأل مش عارف دي هتطبقها ازاي دي هتطبقها ازاي 29 غزوة شهوات جنسية فرض اتوات قتل واحد يخلي ابنه يطلق مراته عشان يتجوزها تطبق ازاي دي صعب قوي صعب قوي النبي الكاذب ما عندوش كمال اخلاقي لانه عندو حاجة لانه ايضا مش عندو حاجة مهمة جدا وهي مخافة الرب هو ما عندوش مخافة الرب لانه بحسب الفكر المسيحي مخافة الرب هي رأس الحكمة بل مخافة الرب هي اللي بتحفظ الانسان من الخطيئة شوفوا هنا الانبياء الكاذبة كانوا بيعملوا ايه ولكن هؤلاء ايضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر اصحاب مزاج عندهم شهوة للخمر يشرب ويسكر عندو شهوة للنساء مفتوحة بلا حدود عش كده ربي بيقولها لكن هؤلاء ايضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر الكاهن والنبي ترنحها بالمسكر ابتلعهما الخمر تاهى من المسكر ضل في الرؤية قلقة في القضاء لانه لانه غير مستقيم امام الله فهو لم يستطع ان يعرف ما هو الحق وما هو الباطل فضل في الرؤية ولما يجي يحكم اذا كان نبي او كاهن بات الشكل فللأسف حكمه دايما ظالم وليس عادل يقول ايضا في ميخا ثلاثة وفي عدد خمسة وعدد حداش هكذا قال الرب على الانبياء الذين يضلون شعبي يبقى الغرض من هؤلاء الانبياء الكذبة هو ان يضلوا شعبي ويضلوا شعبي بان يتركوا الرب بهم بيضلوهم علشان يتركوا الرب ويعبدوا الهة اخرى عشان كده يقول يضلون شعبي فهم ضلون الذين ينهشون باسنانهم وينادون سلام هما كل مصلحتهم هي مصلحة شخصية ما اكسب شخصي هم عايزين يخضوا ويكسبوا ويفترسوا وينحشوا باسنانهم لكن جمال قوي سلام بينادوا برسالة السلام والذي لا يجعل في افواهم شيئا يفتحون عليه حربا رؤسائهم يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبيائها يعرفون بالفضة يعني يعني انت لو عايز كلمة من عند الرب تعالى ادفع وانا هتديلك ادفع وانا هتديلك وعلى قد ما تدفع على قد ما انا هقول لك كلام يعجبك وهقول لك من عند الرب او انا خسر الحاجة ده ما اكسب ده رز بدل ما يخدموا الشعب ويعرفوهم كلمة الله ويعرفوهم اعلان الله ويعرفوهم مشيئة الله ويشجعوا الشعب على السير في حفظ وصاياه ويوبخوا الشعب على الخطيئة لا 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 هم عاملينها بيزنس بيزنس لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا نجسوا بالخطيئة تنجسوا بالزنا تنجسوا بالشهوة تنجسوا بالمكسب تنجسوا بأفكار شريرة بل في بيتي وجدت شرهم يقول رب حتى شرهم وصل إلى إلى الهيكل كمان يقول لنا الكتاب فتنة أنبياؤها يعني هما دي أرد مضلين وبيصنع فتنة في وسطها كأسد مزمجر يخطف الفريسة الأنبياء الكذبة دول زي الأسد المزمجر مش بس زقاب لكن كمان كأسد مزمجر يخطف الفريسة أكلوا نفوسا أخذوا الكنز والنفيس أكثروا أراملها في وسطها بسببهم الناس ماتت والأرامل كتروا وتشردت المدينة وهلكت المدينة وشبابها ورجالتها اللي مات منهم مات واللي تسبى تسبى لأنهم كانوا يتكلمون من قلوبهم عش كده رب يسوح حذرنا احترزوا من الأنبياء الكذبة إذا هو فيه أنبياء آآآ في ناس هتيجي تقولها كذا قال رب والرب لم يتكلم في ناس هتيجي وتقولك هذه هي رسالة الله والله لم يتكلم في ناس هتيجي تقولك الرب عايزك تعمل كذا وكذا والرب لم يقل هذا الكلام احترزوا من الأنبياء كذا الذين يأتونكم بثياب الحملان شكله جميل طيب جدا هو لابس من برة زي ثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة عشان كده من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوكة عنبا أو من الحسكتين فإذا من ثمارهم تعرفونهم وادرس وقارن وانت كمشاهد يمكن بتسمعنا من خلفية اسلامية أو حتى بتبحث وعايز تعرف وعايز تعرف أين الحق الرب يسوع آل من ثمارهم تعرفونهم تقدر تعمل مقارنة ما بين حياة المسيح وحياة وحياة رسول الإسلام من ناحية الأخلاقية السلوكية من ناحية الثمر الخدمة والعطاء والبازل من ناحية الحرب والسلام من ناحية السمو الأخلاقي في الكلام وفي الفعل تقدر تعمل ده تعمل بواسية المسيح وابحث عن ثمارهم لأنه ما فيش شجرة عنب هتطرح تين ما فيش وعش كده كل نبي كاذب لو عايز تعرف إنه إذا كان هذا النبي نبي كاذب أنظر إلى ثماره انظر إذا ماذا يصنع وماذا يفعل حتى المؤمنون به في أي مكان بيوجد فيه هل وجودهم في مكان بيحل فيه السلام هل وجودهم في مكان بيحل فيه الخير هل وجودهم في مكان بيحل فيه المحبة بين البشر هل وجودهم في مكان بيثمر بالخير والبركة أم وجودهم في مكان بيأتي بالعنف والقاتل والتشرد أو التشريد لغير الذين يتبعونهم بكابت الحريات ادرس المجال المجال المفتوح أنك تدرس وتعرف لأنه من ثمارهم تعرفونهم المعيار الرابع وهو معيار مهم جدا أنه النبي الكاذب الطبيعة أنه لا يصنع معجزات يعني ده لكن بعضهم بيصنع معجزات يعني خلينا حطها النابي الكاذب وعمل المعجزات هل في علاقة ما بين النابي الكاذب وعمل المعجزات كويس الله بيؤيد أنبياؤه إذا احتاجوا إلى الإثبات لآيات وعجائب الله بيؤيد ده الكتاب بيقول لنا كده لما موسى حاب يروح لفرعون وقال له طب إذا فرعون قال لي أنه الرب لم يرسلك الرب قيده بآيات وعجائب لما فرعون رفض أنه يطلق شعب إسرائيل الرب قيد كلام موسى ورغبة الرب في أنه يخرج شعبه من إسرائيل بآيات وعجائب وبضربات ضربها لمصر على يد يشوع أيضا ودخلوا إلى أرض كان عن الرب قيد يشوع بآيات وعجائب سمويل أيضا وإليا وأليشع وحسقيال وغيرهم الرب قيدهم بآيات وعجائب حتى التلاميذ المسيح الرب يسوع قيدهم بآيات وعجائب فالآيات وعجائب الرب بيؤيد بيها أنبياء إذا حتاجوا لكن في أنبياء تنبأوا ولم يصنعوا آيات وعجائب كويس لكن النقطة الأخرى أن الآيات والعجائب بمفردها خلوني أحط النقطة دي مهمة جدا أنه واحد يصنع آيات وعجائب بس لكنه رسالته مختلفة أخلاقياته منحطة لم يدعو باسم الرب ولا يقدم رسالة غرضها مجد الله حتى لو صنع آيات وعجائب حتى لو أبهر الجموع بآيات وعجائب فهذا النبي نبي كذب المعجزات بمفردها ليس الدليل على النبوة فالأنبياء الكذبة بقوة الشيطان يصنعون آيات ليه يضلوا الناس مثال على ذلك سحرة فرعون وهم عملوا آيات كان موسى يعمل آية في البداية هم يعملوا واحدة زيها هم جون في مرحلة وقالوا ما نقدرش بعد كده خلاص دي أصبع الله ما نقدرش نحن يعني ننافس موسى في صنع الآيات رب يسوح حذرنا من دوا وقالنا وسيقوم أنبياء أو مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطونا آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا يبقى القاعدة العامة أنه النبي المرسل من الله مؤيد بآيات وعجائب لكن الآيات والعجائب لوحدها ليست دليلا على النبوة ليست دليلا على النبوة لأنه إبليس يستطيع أن يصنع آيات وعجائب فلما يجي واحد برسالة مختلفة زي ما قلت وأخلاقيات منحطة ورسالة غرضها البعد عن الرب حتى لو عمل آيات وعجائب فهو مرفوض لأنه نبي كاذب طيب طبعا حياة الرب يسوع مش أقول أنه الرب يسوع كنبي هو واحدة من وظائفه التلاتة اللي اجتمعت فيه النبي والكاهن والملك اجتمعت فيه هذه الوظائف الأوفيس التلاتة بكمالها فبنرى أنه كان يجول ويصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس وكل الذين أرسلهم الرب في العهد القديم وفي العهد الجديد أو أغلبهم صنعوا آيات وعجاب وكان الغرض منها أنه تأييد للرسالة بتاعتهم أنهم فعلا مرسلون من قبل من قبل الرب النبي الكاذب النبي الكاذب ممكن يدعي ممكن يدعي أنه يصنع آياته عجاب بس يصنع آياته عجاب الناس ما تشوفهاش والناس ما تعرفش تمتحدها والناس ما تقدرش أنها تختبرها يعني الرب يسوع يوم هو أقام الميت الناس شايف الميت أنه كان ميت وقام فدي مش محتاجة يعني مش محتاجة زكاء كويس يوم أشبع الجموع كان عنده أكتر من خمس تلاف شخص جعنين وخد خمس خبزات وسمكتين وأشبع الجموع فالتلاميذ اللي خدوا الأكل ده وزعوه نفسهم من بهره من اللي حصل وأنه جمعوا بعد كده 12 قفة لما مشي على المية تلاميذ شافوه ماشي على المية للدرجة أنه بطرس قاله لو أنت فعلا هو ابن الله مرني أنا آتي إليك وخلينا مشي على المية بطرس نفسه مشي على المية والتلاميذ شافوه بعينيهم الأبرس اتشفى ويدروا اللي انتشفى الأعمى اتشفى وشهد أنه كنت أعمى ولكن أبصر فمعجزات المسيح لم تكن سرا معجزات المسيح كانت علنا معجزات المسيح الناس بتختبرها you can test it you can prove it حصلت ولا ما حصلتش كويس وفيش حد قال أنه المسيح معملش معجزة إقامة العازر لا 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 إنه شاهدت عن أن المسيح أقام العازر لكن لما تيجي إلى رسول الإسلام وتشوف معجزاته طبعا لا يذكر الكرآن أي معجزة من معجزات رسول الإسلام شاهدت والحاجات 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 دي كلام ما لهوش أي أساسي يعني كويس إنما إنما الأحاديث اللي جات بعد الإسلام بمتين سنة ذكرت إنه عمل حاجات وآيات وعجاب وطبعا معروف إنه أي حاجة تكتب عن شخص بعد متين سنة ما هي إلا أساطير خرافات غير الأنجيل اللي شهود العيان شافوها واللي الناس اختبرت المعجزات دي وشافتها بعنيها طيب أجي إلى نقطة أخرى مهمة جدا وهي نقطة أساسية وجوهرية كيف نعرف النبي الكاذب المعيار الخامس هو أن النبي الكاذب يأتي برسالة مختلفة ومعارضة لإعلان الرب الصادق يعني يكون الرب أعلن على مدار السنين اللي فاتت ومئات السنين اللي فاتت أعلن إعلانات وهذه الإعلانات مسجلة ثم يأتي النبي الكاذب برسالة تناقد تناقد الإعلان السابق ودي في غاية الأهمية بيس لأن الله لا يناقد نفسه في مبدأ مهم جدا عارفينه أنه الله لا يناقد نفسه فالنبي الكاذب يأتي برسالة تتعارض مع إعلان الله السابق الله الحاجة في السابق هو يأتي برسالة تتعارض معه كويس النبي الكاذب ينسخ ويغير ما قد أعلنه الرب سابقا اللي قال الرب في السابق هو يأتي برسالة ينسخ فيها ما أعلنه الرب ويغير ما أعلنه الرب في السابق وهو لا يعلم جيدا أن الله لا يناقض نفسه ولا يقول كلام عكس بعضه يبقى أي إعلان لا يتماشى مع الكتاب المقدس ومع إعلانات الله في الكتاب المقدس هو إعلان كاذب الإسلام مثلا لا يتحدث عن الله المحبة ما يتكلمش عن الله محبة ولا يوصي بأن الإنسان يحب الله مع أن رسالة الإيمان المسيحي هي أن الله محبة أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هو ضرب دي عرض الحائط كما أن الرب يسوع علمنا أنه مهم جدا أن نحب الرب إلهنا ونحب أيضا قريبنا كنفسنا الإسلام لا يعلم بمحبة الرب عليك أنك تخاف الله تطيعه لكن لا يتكلمش عن محبة الله دي نقطة مهمة وجوهرية المسيحية تنادي بموت المسيح الكفاري وبقيامته من بين الأموات بينما الإسلام ينفي موت المسيح الذي هو مثبت تاريخيا مثبت تاريخيا أتى برسالة مختلفة المسيحية تنادي بالله المخلص الله الذي يأتي لكي يخلص الإنسان من خطيته الإسلام لا يعرف شيئا عن الله المخلص الله في المسيحية قدوس في القول وفي الفعل مميز منفصل عن الخشر وليس فيه الظلمة البتة الله في الإسلام ماكر يسعى ليجعل من السماء نايت كلاب نادي ليلي لأتباعه بجنس وخمرة وأكل وغلمان تيجي تقول لي إنه لا 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 نفس الإله مش نفس الإله طبعا بيجذب عليك لي بقولك كده المسيحية تنادي بشريعة الزوجة الواحدة المسيحية تنادي بشريعة الزوجة الواحدة حتى العهد الأديم بينادي بشريعة الزوجة الواحدة لأنه من البدء خلقهما زكرا وأنسا ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتسك بمرارته ويكون الإسنان جسدا واحدا فهي شريعة الزوجة الواحدة إنما الإنسان في العهد الأديم بسبب قساوة قلبه هو بسبب سقوطه في الخطي كان عنده تعدد زوجات المسيح أكد شريعة الزوجة الواحدة أكدها ولما أكدها رجع إلى سفر التكوين وقال كما هو مكتوب يأتي بقى الإسلام يروح مرجعنا للخلف مائة سنين وينادي بتعدد الزوجات وبأن الشرع يحلل أربع زوجات أني بدل ما يرتقي بالإنسان هو مرة تانية بيراح مرجع الإنسان للخلف المسيحية تنادي بمحبة الأعداء أحب أعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم لكن ماذا ينادي القرآن ينادي بإيه مية وعشرين آية تحث على القتل وقتل من يختلف وقتل الكافرين الإسلام ما يعرفش حاجة اسمها تحب قريبك كنفسك وزي ما احنا دايما كنا بنهرج زمان يقول لك الإسلام يقول لك الإسلام أوصى على سابع جار فيه العبارة دي كنا نضحك نقول آه هو أوصى على سابع جار لأنه الستة اللي قبل كده كانوا مسيحيين فهو أوصى على السابع اللي هو مسلم الإسلام لا يعرف التعيش السلمي مع غير المسلم إذا تمكن هو يعرف التعيش السلمي في الضعف يبقى غزبا عنه لكن لا يعرف التعيش السلمي إذا تمكن هو يفرد شريعته على الكل هو يخدع الكل بالقوة هو يمارس سطوته وجبروته وعنفه إذا تمكن إذا تمكن المسيحية تنادي بالحياة الأبدية بقيمة الأجساد جسد جديد لا يمرد ولا يشتهي ولا يضعف وماذا تنادي ينادي القرآن بالجنة وما الذي يوجد في الجنة إلا كل الشهوات التي حرمها الله على الإنسان وهو في الأرض يعني حرم عليه كل حاجة وهو في الأرض فلما الإنسان يتيعه يروح من الدهاله كلها وبكثرة لما يروح الجنة أي منطق ده أي منطق يبا شفنا أنه حتى الرسالة هي رسالة مختلفة لا تتماشى مع الإعلان الإلهي واكتماله في شخص يسوع المسيح أجي إلى المعيار السادس النبي الكاذب قد يدعي أنه عنده دعوة من الله لكنه فعليا الله لم يدعوه ما عندهش دعوة من ربنا هو عنده دعوة من نفسه أو دعوة من الناس لكن ما عندهش دعوة من الله لما نقرأ في كلمة الرب في الكتاب المقدس بنجد أنه أنبياء الرب الرب دعاهم دعوات واضحة جدا يعني مثلا موسى خروج أربعة أنه ظهر راهو الرب ولما كان الرب بيكلمه من خلال العليقة المتقدة وقال له اذهب إلى فرعون وقل له اخرج شعبي ليعبدوني كانت دعوة الله لموسى دعوة واضحة كانت دعوة الله لياشوع دعوة واضحة كانت دعوة الله لصمويل دعوة واضحة كانت دعوة الله أيضا لأرمية من قبل أن تولد كانت دعوة واضحة كانت دعوة الله لعموس أيضا دعوة واضحة كانت دعوة الله لإشعياء اذهب واخبر هذا الشعب دعوة واضحة أما النبي الكاذب فمعندوش دعوة واضحة قد يتداعي إنه عنده دعوة لكن هو فعليا ما عنده اجدعه النبوة ليست وظيفة النبي الكاذب يأخذ النبوة كوظيفة هو عايز يكسب هو على قد ما ما بتديله على قد ما يقولك هكذا قال الرب ويطيل في الصلوات ويطيل في الابتهالات كل ما انت تتفعله اكتر ليه لانه هو اخذ وظيفة وظيفة للمكسب النبوة ليست وظيفة يحصل عليه الانسان من نفسه بل هي دعوة الهية الانبياء الكاذبة لم يدعوهم الرب بل هم الذين اقاموا انفسهم سعيا وراء اهوائهم واغراضهم الشخصية الانسان بطبيعته متدين واكتر حاجة ممكن تسيطر بيها على الانسان هي بالفكر الديني لما تقوله هكذا قال الرب لما تقوله دا مشيئة الرب لحياتك لما تقوله الرب بيقولك بيسلمك على طور رئابته وعش كده اوقات كتيرة مع انه الكتاب بيقولنا انه 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 ازاي الانبياء الكاذبة هدفهم هو ان يضلوا يضلوا الناس لكن كمان بقول انه الناس الناس عندها مسؤولية ربنا ادالك عقل ربنا ادالك كتاب مقدس تقرى فيه تعرى فيما شئته وقردته لحياتك تقدر تميز من خلاله ما بين الحق والباطل ما بين الخير والشر ما بين مشيئة الله ليك وما بين ما بيقوله الاخرين عن انه مشيئة الله وعش كده اه انه ويل لمن تأتي به العثرات لكن في نفس الوقت في نفس الوقت انا وانت بلا عزر قدام ربنا بلا عزر لانه انت بلا عزر ايها الانسان بلا عزر اذا كان ربنا ادالك انك تعرف تقرأ بلا عزر اذا كان ربنا ادالك الكتاب مقدس وعندك نسخة واثنين وثلاثة واربعة في البيت بلا عزر لانك انت انسان ربنا ادالك روح تمييز انت بلا عزر لانك ايضا عندك مخ وفكر وعقل تستطيع ان تميز وتستطيع انك انت تحكم على الامور هتقوليش اصلا اصلا انسان بسيط فادحك علي اقرأ وابحث فتش واسأل ولا تسلم عقلك بل ولا تسلم حياتك لا اي كلام بتقال لانبياء الكذبة هدفهم ان يضلوا اجي الى الرسالة او المعيار السابع وهو ايضا معيار مهم جدا النبي الكاذب لا تتضمن رسالته سمو واخلاقي لسامعيها يعني يعني ما بيعملش فرق اخلاقي وسلوكي جيد في حياة الناس بل بالعكس تلاقيهم نزلوا لتحت عش كده لما نيجي مثلا نقرأ عن الانبياء الكاذب يقول كده انبياء اسرائيل الذين يتنبؤون لارشالين ويرون لها رؤية سلام ولا سلام يقول رب النقطة هنا انهم بيقولوا سلام والشعب في الخطيئة النقطة هنا انهم بيقولوا سلام لشعب قد عبد الاوثان ولا سلام يقول رب كان المفروض يقولوا مدام بتعبدوا الاوثان فندينونة الله اتي عليكم لكنهم لم يقولوا هذا كلام هم قالوا كلام الناس تحب تسمعه وياما النهار ده للأسف كناس كتير لا تتحدث عن الخطيئة ولا تتحدث عن عقاب الله الخطيئة ولا تتحدث عن سلطان الخطيئة ولا تتحدث عن دينونة الله الخطيئة لعشان الناس ما تمشيش من الكنيزة نديهم رسالة كده مشجعة وخلاص يقول كمان في ارمية 23 عن انبياء ارشاليم وفي انبياء ارشاليم رأيتم ما يقشعر منه يفسقون يعني ما فيش حد يقدر يرفع حد اعلى من المستوى اللي هو فيه المستوى اللي هو فيه فاذا كان النبي بيفسق ويسلكون بالكذب ويشددون اياد فاعل الشر بيوفقوا على فاعل الشر ويشددوا ايادهم استمروا في اللي انتم بتعملوه حتى لا يرجعوا الواحد عن شره صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة قالين قولا لمحتقري قال الرب يكون لكم سلام ويقولون لكل من يسير في عنات قلبه لا يأتي عليكم الشر دي دي رسالتهم رسالتهم ما بترفعش الناس اخلاقيا ما بتغيرش الناس للافضل رسالتهم هي دايما انه انت حلو بس تعلت بعني استمر زي ما انت بس تعلت بعني لا يدينون الكذب لا يدينون الشر لا يدينون الفسق لا يدينون عبادة الاوسان لا يدينون الظلم رسالة جميلة لكن عمرها هذه الرسالة رسالة مدمرة في نفس الوقت ليه لانها لا تقود الانسان للتوبة لا تقود الانسان للتوبة لا تقود الانسان انه يعرف انه خاطئ بل بالعكس يستمر الانسان في خطأ فيحكم عليه من قبل الرب بالهلاك الابدي دي هي السمات النبي الكاذب دي بيها اللي نقدر نعرف النبي الكاذب من النبي الحقيقي لو جينا لو جينا وطبقنا كل ده على شخص الرب يسوع الذي هو في وظيفته اتى لنا برسالة فهو نبي زي ما هو ملك زي ما هو كاهن نجد 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 ازاي حياة الرب يسوع كلها كانت انه يبكت الانسان على خطية وانه يقود الانسان للتوبة وللخلاص لكي ما يختبر الانسان الحياة الجديدة لكي ما يختبر الانسان الولادة التانية الله يريد خيرنا وخيرنا موجود في الرسالة التي اعلنها لنا شخص الرب يسوع المسيح تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم المسيح يدعونا الي المسيح يدعونا الى شخصه في المسيح يسوع نعرف محبة الله في المسيح يسوع نعرف ايضا غرض وقصد الله لحياتنا هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فالى ان نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم